من كان يتصور أن العراق الذي شهد أولى الحضارات التي أقيمت فيه تصل هوية مواطنيه إلى منحدر التصنيفات العالمية اصار في مؤخر التسلسل العالمي من حيث قوة الجنسية متجاوزا بذلك الصومانة وأفغانستان فقط مؤسسة هينيلي وبرتز لتصنيف العالمي لقوة الجنسية تضع العراق في آخر مؤشر لها في التسلسل 165 عالميا وبحسب المؤسسة فإن حامل الجنسية العراقية بات يفقد كثيرا من المزايا على المشتويين الداخل والخارجي ويظهر مؤشر المؤسسة تراجع قوة الجنسية العراقية بتناسب عكسي مع تقدم الأعوام منذ عام 2010 ليصل إلى هذا المؤشر الخطير والذي يرى فيه كثيرون انعكاسا لتدهور الأوضاع الداخلية على كافة المستويات إضافة إلى ضياع السيادة الوطنية والتي من شأنها أن تمثل العراق من الناحية الدبلوماسية بمبدأ الندية والاستقلالية وليست بمجرد بلد مستقل اسميا ويعتمد مؤشر المؤسسة في تصنيفه على ثلاثة معايير أساسية وهي القوة الخارجية للجنسية وحرية الإقامة وحرية السفر ويتضمن معيار حرية السفر قدرة حاملية الجنسية على السفر إلى أكبر عدد من بلدان العالم بدون تأشيرة موقع باسبورت اندكس وضع جواز السفر العراقي في المرتبة الأخيرة عربيا وما قبل الأخيرة عالميا في تصنيف لأضعف جوازات السفر في العالم عام 2017 معتمدا على مقياس حرية السفر دون تأشيرة أو قيود واقع مأساوي وصلت إليه الجنسية العراقية وكأنما بغداد لم تكن قبلة العلم والحضارة التي تستقطب الباحثين عن النور من كافة أرجاء الدنيا ترجمة نانسي قنع